النادي الأهلي والجهاز الفني والعوين بس أنا عايز أتكلم بالتحديد على جمهور النادي الأهلي لو لهذا الجمهور ما كانش يقدر النادي الأهلي أنه هو يفوز ببطولة الدورة ليه؟ هالجمهور دوره مؤثر بس لسنادي؟ لا طبعا طبعا الجمهور النادي الأهلي دايما ليه دور مؤثر في مختلف البطولات الدوري كيسر أبطال أفريقيا أي حاجة أي بطولة بيخذها النادي الأهلي بيبقى الأساسي في البطولة دي وصاحب الفرحة الأول هو الجمهور النادي الأهلي بالتحديد لكن المرة دي حصل حاجات كتير جدا على مدار الموسم وأي أهلاوي في الحقيقة بصراحة يعني هنتكلم بصراحة لازم يفتخر جدا جدا بهذا اللقب ويفتخر جدا جدا بانتماؤه للنادي الأهلي لأنه انتم شفتوا تصرحات مستفزة مختلفة كتير كتير اتقالت كتير على النادي الأهلي وأمور غريبة كده يعني واحد مثلا مش فاكر اسمه او مش عارف اسمه ايه قالك الأهلي في المنطقة الدافية طيب تعال شوف الأهلي فين دلوقتي الأهلي دلوقتي رقم واحد الأهلي دلوقتي متصدر بطولة الدوري ولسه ما اسمه براءة مع نادي الزمالك النادي محترم احنا على فكرة ما بنتكلم على او مش بنقول اسمي طبعا حنتكلم على مواقف حصلت او تصرحات اتقالت دي بتنسب لأشخاص معينة مالهاش لعب كيان نادي الزمالك المحترم دي الجزء مهم جدا يعني احنا منحترم كيان نادي الزمالك طبعا ومنافس قوي وعمل بطولة كويسة هذا الموسم لكن التصرحات ده ما متبقى مستفزة فحق الأهلوية ان هم يردوا على هذه التصرحات فانت كأهلاوي كأهلاوي لازم تفتكر كل اللي حصل على المدار الموسم افتكره كويس قوي سواء من قندية مختلفة تصرحات مختلفة كل هذه الأمور لازم تفتكرها وتبص دلوقتي شوف فريقك جابلك ايه وحقق لك بطولة الدوري ازاي ومجهود وبتعب كبير جدا جدا على مدار الموسم